السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم تبعيني القرام تبعي قناة من الآخر وخلاص معكم محمد نور الدين ترتيب فرق الدور السعودي دور كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي المحترفين وترتيب الهدفين ونتائج مباريات الجولة 24 كاملة بعد الانتهاء اليوم الـ 21-23-2021 متبعيني القرام لأول مرة تزرر في قناة نزل الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر اصفل الفيديو مبتوب على الاشتراك وسبسكرايب اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس وليصل الكل جديد باستمرار بإذن الله تعالى بدأت مباريات الجولة 24 السبت 20 مارس 2021 بتعادل الاتحاد أمام الرائد 1-1 فوز الفتح على الأهلي 4-1 فوز الاتفاق على الفيصالي 1-0 هزيمة الشباب أمام التعاون 1-3 فوز النصر على الباطن 7-0 وفوز الهلال على القادسية 1-0 اليوم الـ 21-23-2021 أبهى خسر أمام دمك 3-4 والعين فزع الوحدة 4-0 خلنا نتعرف على ترتيب فرق الدور السعودي ثم نتعرف على ترتيب الهدفين بعد انتهاء الجولة 24 وتمعي الكرام في صدور ترتيب فرق الدور السعودي في المركز الأول الهلال بـ 48 نقطة الشباب في المركز الثاني بـ 45 نقطة الاتحاد في المركز الثالث بـ 42 نقطة التعاون للمركز الرابع بـ 38 نقطة النصر للمركز الخامس بـ 36 نقطة الاتفاق للمركز السادس بـ 35 نقطة الأهلي المركز السابع بـ 35 نقطة القادسية المركز السامن بـ 31 نقطة الفتح للمركز التاسع بـ 31 نقطة أبهى المركز العشر بـ 31 نقطة الفيصالي المركز الحدي عشر بـ 30 نقطة الرائد المركز الثاني عشر بـ 29 نقطة الباطل المركز الثالث عشر بـ 28 نقطة الوحدة في المركز الرابع عشر بـ 27 نقطة دمك المركز الخمس عشر بـ 24 نقطة والعين المركز السادس عشر والأخير بـ 20 نقطة دعنا نتعرف على ترتيب الهدفين متصدر هدف الدور السعودي في المركز الأول بفتنبي جوميز لعب الهلال بـ 18 ردف في المركز الثاني كارلوس ستراندبرغ لعب أبها بـ 15 ردف وفابيو أبرو لعب الباطن ورو مارينيو لعب الاتحاد وفي المركز الثالث كريستيان جوانك لعب الشباب بـ 13 ردف وإيميليو زلايا لعب دمك وجيليو تفاريس لعب الفايصالي في المركز الرابع حسن العمر لعب القدسي بـ 11 ردف ولندر توانبا لعب التعاون وميتشل تفريدي لعب الفتح ويوسف نياكاتي لعب الوحدة والمركز الخامس عمر السومة لعب الأهلي بـ 10 أهداف وكريم البركاوي لعب الرائد دعنا نتعرف على ترتيب صناعة الهداف متصدر صناعة الهداف اللعب عبدالله الحمدان لعب الهلال المركز الأول صنع ثمانية أهداف تساوى معه سعدة بكر لعب أبها ويوسف الجبلي لعب الباطن المركز الثاني صالح الجمعان لعب أبها صنع سبعة أهداف وستاني هويتش لعب القادسية المركز الثالث إفير بنيغا لعب الشباب سنعة ستة أهداف وغنزال ومارتينيز لعب النصر المركز الرابع أندريا كاريو لعب الهلال سنعة خمسة أهداف والكسندرو متريتش لعب الأهلي وحسن العمر لعب القادسية أخوان بي لعب العين وأنا عيمس سليت لعب الاتفاق وعبدالله المقارن لعب الرائد وحسين العيس لعب الوحدة وكان معكم محمد نورجدي من قناة من الآخر الخلاصة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اشترك في الفيديو ونراكم في فيديو آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته